مساء الخير. كل سنة وانتو طيبين. النهاردة انا يعني متقمس الشخصيات بتاعت المسلسلات بتاعت البشوات. كانوا بيسموها مسلسلات التربيش او التاريخية اللي هي تاريخ المعاصر. يعني مش تاريخية. يعني زي ما كلمت عن الحرام لك. دي تاريخية اكتر. دايما الساعات بتبع عن شخصيات معينة تاريخية زي ما كان في عن قاسم امين او سعد زغلول او مثلا بدايات حياة يوسف السباعي. لما كان صغير. برضو كانت مرحلة التلاتينات والاربعينات. دي كانت عن شخصيات معينة. وقيل ان كان هيتعمل عن الدكتور مصفى محمود. ومعرفش ما. كلم ده كان من حوالي خمس سنين على ما اعتقد. لما ما فيش حاجة تعمل ادي. طبعا دايما بيبقى افضل لما بتكون عن شخصية. اكتر من ما بتكون عامة. يعني حلمية او زي مثلا كان الشهد والدموع في الجزء الاول. لو نفتكر في حاجة كان ايام المنيرة. كان اسمها ايام المنيرة. كان دايما بين الاستاذ الكبير اسامة عنوار عكاشة. ومحمد جلال عبدالقوي واخرين. يعني كان فيه. دايما المنافسة على ان يبقى فيه. مواضيع عن ايام زمان. زي المصروية مثلا. لما انما الاسف لم تكمل. اه. وساعات كان بتبقى مأخوذة عن قصص او اما قصة قصيرة او رواية الاستاذ نجيب محفوظ او احسان عبدالقدوس او مصافة امين. زي لا او غير. انما كان لحد كم سنة فاتت كان كل رمضان فيه مسلسل عن الموضوع ده. عن حاجة تاريخية وكانوا يسموها التربيش. انا بحب الفترة دي. والهذا انا دايما مولع بالشخصيات اللي كانت عايشة في الفترة. لان انا بعتبر ان العالم بالذات في مصر والعالم العربي في صفة عامة وبالذات القوس دوان اللي هو مصر وبلاد الشام كان بتسمى زمان بلاد الشام اللي هي تطلع من فلسطين للبنان لسوريا وايضا الاردن والعراق. الجزء دوان في التلاتينات والاربعينات والخمسينات وجد انا ارى ان هي دي مرحلة وعصر النهضة والتنوير معا او النهضة ابتدت شوية قبلها انما تنوير كانت في الايام دي ابتدت من العشرينات او من هو ثور التسعتاشر كانت نتيجة النهضة ونتيجة حركة فكر طلع منها شخصيات يعني مثلا طلعت حرب يعني مش فاكر اتعاملت مسلسل عن طلعت حرب ولا لا انما طلعت حرب ده لازم كان يتعامل له مسلسل بس ما اعتقدش ودايما كان بتيجي سيرتو مثلا جات سيرتو مع مكلسوم جات سيرتو مع عبدالوهامشا مع قاسم امين وساعد زغلول حاجات دين انما مت يعني حتى عايز افتكر اذا كان كان فيه عن ساعد باشا زغلول نفسه ما كانش يعني شوفنا مسلا ساعد باشا زغلول في مسلسل ملك فاروق اللي كانت عامله زوجة يحيا الفخراني شوفنا ساعد زغلول في اللي كانت عاملته نادية الجندي اللي هو بتاع ام ملك فاروق يعني شوفنا ساعد باشا زغلول في حاجات ما مش متخيل ان انا شوفت مسلسل عن ساعد باشا زغلول نفسه بالرغم ان ساعد باشا زغلول ده كان يستحق ان يتعمله مسلسل مثلا ليه ما يتعملش مسلسل عن شخصيت الشاب او الوقت دون شخصيت الشاب المسيحي اللي حاول اغتيال الرئيس الوزراء يوسف باشا وهبة ويتحكي عن يوسف باشا وهبة يوسف باشا وهبة للأسف هو ظلم لان هو وافق على رئاسة الوزارة وبعض الناس اعتبرو انه هو خائن وكذا انما هو كان قال انا افضل ان انا خد هما كانوا هيدوه الحد تاني معادي لفكر ساعد زغلول فقال لك احنا نجيب يوسف باشا وهبة ده عشان مسيحي نعمل بلبلة با ونقول المسيحين ضد المسلمين ونعمل فتنة طائفية طبعا هم لم ينجحوا وهو قاعد يوسف باشا وهبة قاعد مدف يعني قاعد حوالي السنة في رئاسة الوزارة والسبب ان هو ردي يعني فيه مراجع بتقول ان هو السبب ان هو ردي بالرياسة مش طمعا ومش ان هو كان موالي للانجليز بل بالعكس هو هو ردي لان هو قال لك لو انا ما خدتهاش فيه جيري هياخده وهيبقى يعني تابع للانجليز انا ما خده هكثر الخطة اللي هم عايزين يعملوها وهقدر اتحكم في اللي هم عايزين يعملوه يعني هو كواحد انسان عنده دراية وانا نفكر ان انا ريت ان ابو يوسف باشا بابا كان مع حركات اللي هي بتاعة عرابي وعبدالله النديم وكده يعني كان لي مواقف معاهم فاذا هو كان بعكس تماما المغلطات اللي عملها دايما بيجيبوا مسيحة عزقة المسيحة لشان ما تتعملش فتنة لو مسلم قتله صحيح هو ده حصل وكده انما هو فهم غلط يوسف باشا وابا وبعدين اتفهم الداعي اللي دون وكان فعلا هو كان اه اعتبر ضحة بنفسه هو عارف ان هو الخطوة اللي هيخدها ممكن ان هيغضب ناس وكان سبب في اغتياله فعلا حاولو اغتياله لكن احمد باشا مهر الروه الدكتور اللي معموله مستشفى اه عمل لعبة مع الراجل اللي كان اسمه ايه يساعد يساعد خليل أنا ما أعتقد استنوا لما نشوف المهمة وأنا بدور هنا لأن أنا قدام اللابتوب كنت أتكلم على أحمد باشا ماهر عمل أنه غير في العبوات النسفة لأنه هو اللي كان عاوز يقتله يقتل يوسف باشا وابا كان يعني ما ضربوش بالرصاص هو كان هيفجر الموكب بتاعه إنما أحمد باشا ماير قال لا أحنا مش عايزين نموته يعني هو يعني في عام أثناء مرور يوسف وهبة باشا رئيس الوزراء في شرع سليمان باشا ألقى عليه طالبة الطب القبطي عريان يوسف سعد يعني ده يوسف وده يوسف عريان يوسف سعد نفكر اسم سعد إلا أنه لم يغمت وحكم على عريان يوسف سعد بالأشغال الشقة لمدة عشر أعوام واعترب أنه أراد كمسيحي أنه يختال عميل الاستعمار حتى لا يدان المسلمين ويكون الباعث ديني وتتشوه الحركة الوطنية معلش هنصلي مش شايف كويس لازم لعنها الضارة ولما بقى لعنها الضارة ما بشوف برضو في حالات في المهم في مراجع أخرى بتقول أن أحمد باشا ماهر حاول أنه يعني غير في العبوات ولا إحنا بلاش نترى فده طبعا كان القصة ممكن تتعمل يعني ليه ما تتعملش مسلسل سمعنا عن مصطفة محمود مصطفة عنده تاريخ من الاربعينات لحد ألفين و خمسة ألفين و سبع لما توافع عندك مثلا أنا مطرب اللي بحبه كتير جدا فريد الأطرش ليه لما تعمل مسلسل عنه تعمل عن أسمهان لما تعملش عن فريد الأطرش نفسه برغم الفريد عنده مشوار فني أطول هو ابتدأ بلها وظل لأربعة وسبعين عنده تاريخ في ما بين ضال سياسي إلى حد ما كان عنده العلاقة ما هيش كانت اشتباكات مع الملك فاروق إنما كان دائما مع العروب أو مع الوطنية و مع الفكر العروبي وحتى هو أول من كتب أو لحن لما كتبه بيرم التونسي عن البساطة الريح يجيب رحلة للدول العربية نيجي مثلا فريد الأطرش يستاهل إنه يتعامل عنه مسلسل ضخم لازم يبقى مسلسل ضخم ممكن يبقى انتاج مشترك بين مصر والسوريا لأنه يبقى فيه طبعا فيه تصوير بين سوريا وبين لبنان وبين مصر لأنه تولد في سوريا وبعدين يجي مصر زي ما قالنا سعد باش زغلول ليه ما تعملش عنه مسلسل ليه ما تعملش مسلسل عن الناس اللي نهضوا بزي بشارة تاكلة أنا كنت عامل مقالات عن لهم مؤسسي جريت الأهرام البعد كابعة المؤسسة الضخمة عيل التاكلة خليل مطران دايما بول عايزة بأتكلم عنه خليل مطران هو مؤسس مدرسة رومانسية وبردو كان ليه نضال سياسي في جميع الاتجاهات كان ليه أفكار سياسية لم ما تعمل ما معتقدش أن نتعامل أبدا مسلسل عن حفز باشا براهيم حفز بيك إبراهيم مش فاكر هو بيك ولا يعني حفز بيك إبراهيم ده شعر النيل يعني وخليل مطران اللقب بشعر كوترين وكان طاع حسين خاد معارك من أجل خليل مطران لأنه كان بيحس أن خليل مطران يستحق التكريم أكتر مثلا عن خليل مطران تعاد قصة طاع حسين لأنه في الأيام هو اللي عملها المرحوم أحمد ذاكي كانت فقط الجزء اللي هو الأول اللي لحد ما رجع من والدنيا بقى دحكت له ومش عارف إيه ورجع وتجوز سوزان وعاد إلى مصر وحس أن الدنيا تحسنت وقلع النظارة اللي كان عايز يتحك عليه بيها أخوه وكان أخوه ما بيبعث لهش الفلوس والقصة دي فتتعامل بقى يعني حتى ما لم يكتبه في الأيام إحنا عرفنا لحد ما ماته تبقى من ميلاده اللي وفق طبعا هو مش يجي حد زي يحي شهين والأمين الرزق ولا أحمد زكي ولا الناج دول ولا مثلا محمود المليجي في دور عزم باشا الناس دولا كانوا عاملين أدوار يعني عظيمة يعني كل واحد كان فيهم كممثلين والأسماء اللي جوه الرواية أسماء خد يعني قصة بتاعته قصة خد فتعاد تاني وتعمل مرة تانية لأنه الأولانية من ما يقرب عن 40 سنة دلوقتي عيدة تاني يعملها بس هاته حد بقى على قيمة أحمد زكي ويجيد اللغة العربية السليمة ما عايفش إذا كان حد بتوع دلوقتي بيجيد اللغة العربية سليمة ولا لا لأن إنت ما تجيب بقى حد عايز يتكلم مع طاح حسين هات البرنامج اللي مع لي لرستم اللي قاعد فيه نجيب محفوظ ويوسف السباعي وعبد الرحمن الشرقاوي وأنيس منصور ومش عارف مين كل واحد فيهم عايز لبرنامج لو وقاعدين وهو بيتحدث باللغة العربية السلسة الجميلة بتاعته أحمد رامي نفسه شعر الشباب أنا فيه أكتر من مقطع هبقى أحطهم أحمد رامي شعر الشباب لما يتعملوش موضوع ف نتمنى إن حد يجي يعمل وأحمد رامي ده في الأحاديث بتاعته الأخرانية التلفزيونية وهو بيتكلم لغة عربية إسهلها مع اللغة العربية بتاعته السلسة وجميلة وواحد كده بيدندن وهو بيتكلم عباس العقاد عباس العقاد صحيح عملها محمود مارسي إنما محتاجين إن نعملها مرة تانية وتبقى بقى واخد قصة حياة عباس العقاد من البداية للنهاية صراعاته السياسية وصراعاته الأدبية دخل في صراع محمد شوق ودخل في صراع مع مش عارف مين ومع مين وكان ضد مين وكان يتحكم عليه في السياسة لحد لحد النهاية وفاته من البداية محتاجين بقى حد إذا ما بقول كده يتكلم زي طاع حسين يتكلم زي عباس العقاد أنت يا سيدتي كده اللغة وعلى عموم نشوفكم على خير ويريد يعجبكم المقطع ده ويريد تعملوا لايك وسبسكرايب أنا أول مرة بتمنى منهم منكم أنتوا تعملوا السبسكرايب واللايك وتكتبوا أي تعليق قولوا أي حاجة قولوا مع السلامة قولوا أي حاجة بس يريد تدعمونا وشكرا ونشوفكم على خير إن شاء الله موسيقى